بعد تكتم شديد وإنكار متكرر ميليشيا الحوثي تعترف بوجود كورونا في صنعاء حيث أعلنت عن حالة إصابة واحدة بفايروس كوفيد-19 وات هذا الإعلان بعد وفاة الحالة المصابة وفق مصادر محلية فإن الحوثيين فرضوا حظراً مؤقتاً لمدة يوم واحد في صنعاء وأغلقوا عدة أحياء في عشر مديريات وقد صدر تعميم من مكتب أوقاف صنعاء بإغلاق المساقد لمدة أربع وعشرين ساعة كانت ميليشيا الحوثي قد تعاملت مع وباء كورونا بعدم المبالاة ولم تأبه لمناشدات المنظمات الدولية التي طالبت بتوضيح الحقيقة للناس واتخاذ الإجراءات الاحترازية فالفايروس وفق بيان سابق لمنظمة الوتشا كامن في اليمن والمنظمة الصحية المحلية ضعيفة ومهيئة لجعله ينتشر بسرعة الاعتراف الحوثي بوفاة حالة مؤكدة مصابة بكورونا ضاعف المخاوف من احتمال وجود حالات أخرى مخفية في مناطق سيطرة الحوثي نتيجة اتباعه سياسة التكتم وإخفاء المعلومات عكساً لما يحدث في المناطق المحررة التي بادرت لإعلان التفاصيل للرأي العام ما هو مؤكد أن اليمن تشهد موجة من الفيروسات بتصريح وزير الصحة ناصر بعوم منها كورونا الذي حصد حتى الآن 12 حالة إصابة بينها 4 وفيات في عموم المحافظات ما يعني أن هذا الوباء أضحى أمراً واقعاً ويهدد على الأقل 16 مليون يمني بالإصابة بحسب منظمة الصحة العالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر